زي ما عودتوكو كنت بحكي حاجة بتحصل حوالينا وبساعدكو وبساعد نفسي وبنتناقش في حاجات تخص حياتنا احنا علشان نكون احسن علشان ما نتعبش في حياتنا عايز اقول لكو على حاجة حاجة مهمة جدا التواضع التواضع لله زي الصدقة كده زي الصلاة لما انت بتكون متواضع لله انا هفهمكو بس علشان في ناس مش فهمة وانا انا انا عن نفسي انا مكنتش فاهمة بس انا كنت بعملها يعني الحمد لله بفضل من ربنا اهل ربوني وانا بتعامل مع الناس بحسن نية مش في دماغي اي حاجة انا مسلا واحد صاحبي محتاج حاجة عاملها له في واحد صاحبي كان بيجاهز في محل وكان عايز يعمل شغل والشغل طبعا تكلفة كبيرة عليه وكده قلت له انا معاك وحقف جنبك ومش هسيبك فهمني غلط فاكر ان انا يعني اطمعان فيه او كده او او ايا كان هو فاكر ايه ده بعد عني لما انا طلبت منه كده ما علينا يعني فانا كنت فهم التواضع ده غلط او كنت بتعامل بالفطرة غلط التواضع يعني ايه بصوا دي معا التواضع يعني ربنا يكون انعم علي بحاجات وانا فضل من ربنا علي بقول دي حق دي ده منكرم ربنا مش بقول انا اللي عملت كده لأ انا بالنسبالي انا انا بعمل الحاجة وربنا بيكافئنا عليها دي مكافأة منه هو يعني مش انا اللي عملت كده واحد غني مع فرس كتير جدا هو عارف ومقتنع ان هو ولا حاجة كل ده فضل من ربنا صحيتي وانا بتكلم معاك وعناي وانا بشوفكو وانا بسمعكو كل ده كل ده فضل من ربنا ربنا واخد من الناس تانية الحاجات دي وميديهم حاجات احسن تكلنا في مركب واحدة استنوا لما تكتك ده يا عمي ايه ما يبقى فيا جماعة التواضع احنا فاهمينه غلط ما تزلش نفسك علشان حد ما تجيش على نفسك انت مش هتوصل لمرحلة الزل بس هو هيفهم كده تمام المتواضع ما بيقولش انا 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 توضعت ووقفت مع البواب ولا وقفت مع الزبال اتكلمت معه انا كده بقيت يعني يعني احنا احنا واحد طب ما انت واحد طب ما دي حقيقة ده مش فضل منك دي حقيقة دلوقتي لما اجي اتعامل مع حد هو زي احنا الاتنين زي بعض اتكلم معاه ما قلش منه في واحد جاي دلوقتي بيعمل لي شغلانا بيلمي الزبالة اللي عندي بيمسح للمكان بيروق لي المكان زي وزي وسعده تمام بس هو مسلا لو انا سبته في المكان انا ما اجي يعني مسلا ما عملوش بتناكة ما قلوش ايوش اللي دي وعمل لي دي وكده وكلمه بقرف لا اتكلم معاه زي وزي اي حد زي وزي اخويا المتوضعة ما بتقولش انا توضعت وقعدت مع الشغالة علشان اعتبرتها زي مامتك ما هي زي مامتك ما هي فعلا زي مامتك احنا كلنا زي بعض احنا كلنا زي بعض في بقى نقطة تانية انا عايز اتكلم فيها لو اللي فيك وعارف الكلام ده انا عز حسين ما كنتش عارفه لما انا دلوقتي ايجي بتعامل مع واحد صاحبي او حد لسه بتعامل معاه الاول مرة والشخص ده كان واخد عني واصل ده حصل بجد كان واخد عني يعني كل اللي بيشوفني من السوشال ميديا او اللي بتعامل معايا ولسه ما يعرفنيش بيقول علي اللي هو ان انا تانيك شوية او ان انا ما بديش ريء لحد او ما بتكلمش او ما حد مشيتك فيها تكبر شوية خالص يا جماعة والله انا اللي مشيتي انا بمشي فرد ظهري انا مشيتي كده انا ما بتكلمش مش هطلع اضحك على السوشال ميديا يعني انه ما انا في الطبيعي بشوش وبتحك وبهزر وبتكلم عادي جدا فلما جيت اتكلم معاه زاد فيها شوية يعني يعني ايه عد حدوده معي شوية بقى يقول لي يلا انت مش عارف ايه وتعوى واللغة غريبة لغة انا محبتهاش هو ده ده توضع ان انا اطاطل الناس ضربوني على العفاية ده التوضع يعني لأ طبعا حبسط لكم حاجة على فكرة الحتة دي كمان ما بينك وما بين اهلك لو انت متعود مع اخوك الصغير انك بتهزر معه بتنجشه بعضه بتضربه بعضه الكلام ده كله هزره وزايد عن حده لو انت واقف مع صحابك مش ممكن يجي اضربك على عفاك ده وارد ده اكيد بيحصل ده اهانة ليك او ممكن اجتمك ويطلع اجري ده اهانة ليك ده ما ينفعش احترام الكبير واجب فكل حاجة جماعة ما تزيتش عن حدها تمام حتى طلبك في المساعدة لشخص يعني مثلا انا دلوقتي واحد اي ان كان هو مين بيفتح مطعا مصر وانا جاي اهو صاحبي وراي اي اوضب معي وكده على فكرة ممكن يجي باله ان انا بساعده علشان انا مش هتخد جوه الناس بس بقول مثلا يعني ممكن يجي باله ان هو مسلا ان انا بساعده علشان اجي اكل عنده ببلاش مع ان انا مش كده خلص انا انا بسعبك من قلبي والله مش كده اهمين وعلى فكرة انا صديقي اللي انا بقول لكم عليه اللي هو كان بيوضب محل وكده وانا كنت عايز اقف جنبه بعد عني ومعرفش ليه تمام وعايز اقول لكم هو ممكن يبقى خير لي الحمد لله بس عايز اقول لكم انا كل مرة اقول انا مش هعمل لحد حاجة بدون مقابل انا مش هتعامل مع حد بالشكل برجع تاني هو هي فطرتي كده حد محتاجني في حاجة اعمله اديله عناية حد انا بحبه اديله كل طقتي هو انا كده وده مش هيتغير الظاهر كده يعني مش هعرف اغيره اتمنى ان انا اكون بتاع مصلحة زي بقى الناس بس الحمد لله ده فضل من ربنا والحمد لله انا كده مرتاح جدا بس انا ليه بتقول بقول اتمنى اتمنى علشان انا انا حقيقي بتعب برضو ان انا اساعد حد ويغزلني بعد كده يطلع ان هو كان عارفني علشان اعمله الحاجة الفلانية او كده فاهمين فايا كان تعاملنا مع الناس يا جماعة ايا كان تعاملنا ما يزيدش عن حده الداحكة ما يزيدش عن حده الازار ما يزيدش عن حده حد في حاجات ما ينفعش مثلا انت في السن ده تجري في الشارع اولا ده تواضع اه انا انا بجري زي الاعلى الصورة ما انا متواضع ده لا يا جماعة مش كده خالص والله انت بتتواضع لربنا ان انت تكون مقتنع كل الناس زي بعض كلنا زي بعض هو ده التواضع تمام انما ما فهموش غلط زي انا ما كنت فهمه وراتي ما بجيبش كلام من عند كل الكلام اللي انا بقوله ده كلام شرعي مية في المية كلام موجود في القرآن الكريم كلام موجود في احاديث نبوية من توضع لله يرفع ربنا قال في كتابه الكريم سأصرف عن ايات الذين يتكبرون في الارض بغير حق هو ايه معنى الكلام ده اللي هو بيعمل حاجة اصلا وهو فاكر ان هو يعني في مكانه محدش يقدر يوصل له يعني فاكر ان هو خلاص بقعد الله هو اكبره ناسلا انت دلوقتي راجل متعلم وبتتعامل مع احد الشخص ده مش متعلم وقال حاجة بتاخد بيها وبتتناقش معاه مش ان انت علشان متعلم او احسن او فاكر ان انت احسن منه لا احنا كلنا كلنا واحد المقامات دي ما يعرفاش غير ربنا بس او او شخص يقولك مسلا انت مقامك في الحيطة الفلانية لا لا اقعد لا ما عرفش ايه عايز اقول لكم على موقف يعني مسلا انا كنت في مكان طبعا انا الدكورات وكده فالمهم الشخص اللي صاحب المكان بيقول لي اقعد كان الكرسي يعني كرسي صغير وفي كرسي بقى بطهر وكي بيقول لي اقعد عليه وقالت له لا انا مش اقعد انا بضرب لكم مسادي قال لي اقعد قالت له لا انا مش اقعد كرسي فضل فاضي وانا اقعد على الكرسي التاني الصغير انا مرتاح كده انا مش عايز مش عايز احسسه ان ان انا احسن منك او او كده الموضوع مش كده احنا كلنا واحد فحد من اللي قاعدين جي في باله ان ان الشخص ده يعني اقل من 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 الدرجة اللي هو كان حطه فيها ده هو انا يعني انا نزلت من من نظره ان انا افضلت قاعدة على الكورسي اللي هو الصغير ده كورسي وقاطي كده. المفروض ان انا انا بقى بهبتي وقاعدتي ومش عارفية قاعد على الكورسي. ده يا حبيبي انا مش. انا مرتاح كده وحفظل كده ترامري لحد ما موت. مهما زدت في المكانة. في المكانة دي ما عرفهاش غير ربنا وبس. مش انت بتعرفها. الحاجة التانية تكون خارج من بيتك عارف ان كلنا واحد. تعترف بفضل الناس عليك. تعترف بفضل ربنا طبعا اولا وفضل الناس عليك. يعني ده سعيدني في الحتة فلان ايدي. عمل لي حاجة قبل كده. اعترف بكل ده. ان انا اشوف مثلا طفل صغير قول يا بخته ده ما عندوش سيئات. فلان بيطيع ربنا قريب من ربنا اقول يا بخته يا رب اكون زيه. فكل دي كل الحاجات دي اللي انت بتشوفها حواليك معلش هو ربنا مديك حاجة ومديله حاجة. فكلنا زي بعض. يا انت لو دققت شوها هتلاقي ان احنا كلنا واحد. حقيقة احنا كلنا واحد. اتعامل زي ما انت اتعامل بفطرتك. ما تحاولش انك تيجي على نفسك علشان حق. انا بتكلم كل الكلام ده علشان حقيقة انا خزلت في اشخاص كتير جدا. انا للأسف يعني للأسف بقول لهم بقول لهم ان ما مش للأسف لي انا. انا هفضل كده وعمري ما هتغير. وحفضل ان انا اتعامل باللي بيريحني. واللي بيرضي ضمير وبيرضي ربنا. وبس. صاحبي اللي محتاجني حيلقيني جنبه. فهم ان انا مثلا عايز بساعده علشان مصلحة ولا علشان حاجة. مش مهم. المهم ان انا رضيت نفسي. مش عايز اطول عليكو. انا مش عارف انا لميت الموضوع ولا لا. كان في حاجات كتير عايز اتكلم فيها. بس هم دول النقطتين اللي انا ركزت عليهم. واشوفكم على خير الحلقة الجاية. وبعتزر طبعا انا اتأخرت عليكم جدا في نشر الحلقات وما ظهرتش من زمان. ومش هطول عليكم. والسلام عليكم.